مازالت يو تيفي تتابع تفاصيل تهريب المشتقات النفطية نتواجد اليوم في المديرية العامة لشرطة الطاقة لتفاصيل جديدة العمل مستمر هنا لمتابعة الجهات الضالعة في سرقة المشتقات النفطية مديرية شرطة الطاقة كشفت عن ضبطها أكثر من ثلاثة ملايين وثمانمائة ألف لتر من المشتقات المهيئة للتهريب خلال الشهر الماضي فقط مع عشرة صهاريج ووكر كبير لخزن المشتقات النفطية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية المدير العام لشرطة الطاقة كشف لنا عن كيفية تسريب المشتقات النفطية من المستودعات الحكومية إلى عصابات التهريب كل الصهاريج التي تدخل المصافي لديها قطعات رسمية لكن المشكلة أنه يجب الصهاريج لما يطلع من المصفة محمل بمنتوج نفطة يجب أن يذهب إلى الجهة أو المنطقة أو المكان المخصص للاستخدام لا هو يباع بغير طريقة إضافة إلى هناك صهاريج تدخل بصفة منتوج وتخرج بصفة منتوج آخر لإضافة إلى الثانية يعني أنا ما أخفي كسر أنه كان هناك حتى فساد في سيطرات شرطة الطاقة وفساد كبير في سيطرات شرطة الطاقة العمليات الأخيرة ضد المهربين أدت إلى منع الخروق والتجاوزات على أنابيب نقل المشتقات النفطية إضافة إلى تقليل التهريب بنسبة كبيرة جدا قربت 85% مع بقاء بعض العمليات المحدودة بحسب القيادات الأمنية أنه خلال الشهرين لم يسجل خرق على أنبوب النفط في كافة مناطق العراق من الموصل إلى الفاو لا يوجد لدينا أي خرق فيما يتحسد خرق أو تجاوز للأنابيب أما التهريب فأنا أكد لك أنه انخفض لنسبة 85% هناك تهريب لكن تهريب بسيط جدا صهريج في هذه المحافظة قراج في هذه المحافظة وأحنا مستمرين بغلقها وتحاول وزارة الداخلية بعد إطلاقها خطة أمنية لمراقبة الطرق السريعة والحدودية تقليل عمليات تهريب المشتقات النفطية إذ تشكل فضلا عن كونها خسائر مادية جسيمة للدولة العراقية أي بأن آخر على المواطن بزيادة طوابير الانتظار للحصول على الجاز أو البنزين المنتجين الأكثر تهريبا خارج البلاد حيدر البدري يو تيفي بغداد